السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي للإجابة على السؤال هل يصلح الجزر لمرضى السكري فالإجابة نعم ولكن بشروط طبعا الجزر أشكاله ألوان يعني فيه منه أنواع كثيرة وألوان كثيرة لكن إحنا بدنا نتكلم في هذه الحلقة عن النوع اللي معروف عنا واللي بنتناوله اللي هو البرتقالي طبعا الألوان هاي كل ما زاد اللون أو اختلف اللون ممكن يزيد فيتامين معين ممكن يزيد معنا معين لكن بدنا نركز في هذه الحلقة زي ما قلت عن اللون المرتقالي وطبعا الجزر مثل ومثل باقي الأطعمة الحقيقية يفيد الجسم طيب ما هو الطعام الحقيقي اللي ما عليهوش ليبل طالما عليه ليبل هذا مش طعام حقيقي ولا هو أصلا طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتعمله في البيت يعني أنت بتحضره أو تطبخه وبتتناوله بيوم أو بيومين مش سنوات فالجزر مثل ومثل باقي الأطعمة بفيد أجسامنا وخلينا نشوف الجزر كيف ممكن يساعدنا وشو الفوائد اللي تيجي منه يساعد في الحفاظ على صحة الجلب وأيضا يساعد في تحسن ضغط الدم وما ننسى أنه بيحسن المناعة يساعد في تنشيط الدماغ يساعد أيضا في الحفاظ على صحة القلب مضاد للالتهابات ويساعد في الحفاظ على صحة العظام يساعد على تخفيف الوزن لأنه بيطول تينهض وبشعرك بالشبع لكن ما رح يساعدك لا على تنزيل وزن وغيره إذا إنك بتخبص وبتوكل كل ما هبه ودب وطبعا فيه المقولة اللي دائما نسمعها الجزر بيقو النظر الجزر بيقو النظر الجزر ما بيقو النظر الجزر يحافظ على عدم جفاف العين يعني أنه العين ما تكون جافة هذا بيساعد هي لكن إنه يساعد على تحسين النظر لا شوف واحد مثلا يكون بلبس نظارات وخليه يكون الجزر كل يوم ما رح يتحسن نظره فهذا بيساعد على عدم جفاف العين هذا للتوضيح وطبعا اللي بيزهقوا مني ومن صوتي أعطيتكم بعض الخلاصة أما أصحاب التفاصيل ابقى معنا لتعرف المكونات ومعلومات أخرى طبعا بدنا نعطي التفاصيل عن المكونات اللي موجودة في الجزر ومرة ثانية بقول إنه بنتكلم عن الجزر البرتقالي وبنتكلم عن ميت غرام بنتكلم عن ميت غرام الصورة هاي أنا حطيتها ليش لإني أنا بفضل أشتري اللي صغير هذا عشان أعرف بكون عارف إنه اللي أكلته الكمية الميت غرام هاي ليه لأنه نما بنشتري الباكيت هذا بيكون فيه نص كيلو خمسمية غرام بنكون عارفين عدد الحبات اللي فيه فبنقسمهم كل مرة لميت غرام فالآن الموضوع اللي بنا نذكره أو المكونات اللي بنا نذكرها هذه اللي موجودة في ميت غرام من الجزر البرتقالي وطبعا أنا ما بتكلم عن العصير ما بتكلم عن العصير لأنه الجزر عشان تعصره لازم تفصل المواد اللي فيه وطلع بس العصير اللي هو المية والسكر اللي فيه فما بنتكلم عن العصير والإخوان اللي عندهم سكري أو مقامة الإنسولين ما يشربوش العصير نهائيا عصير الجزر ما يشربوه كل الجزر كاملة أفضل لك ميت مرة سعرات الحرارية للإنسان أو للشخص اللي بحسن السعرات أربعين المؤشر الجليسيمي للني ستعاش إذا كان مسلوق ثنين وثلاثين ارتفع الضعف صار وإذا كان معمول حساء تسعة وأربعين وأحيانا خمسين ويعتمد على مكان وجود الجزر هذا وين النبت ووين طلع وقديش طبخنا وقديش مقدار حلو كاربوهايدرات عشر أغرام في كل ميت غرام ألياف منهم ثلاثة غرام والسكر سبع غرامات سبع غرامات سكر منهم أربع غرامات سكروز اللي هو فراكتوز وغلوكوز ومنهم غرامين غلوكوز ومنهم غرام واحد فراكتوز عشان هيك بنقول بدنا نأكل بحضر يعني الجزرة لما تكون مثلا مية وخمسين ولا ميتين غرام شوف انت كل ميت غرام فيهم سبعة لما توكل الجزرة كاملة ميتين غرام مثلا هي أربعة عشر غير الأكل الثاني فندير بالنا لما نستهلك الجزر وخاصة إذا عملنا حساء لأنه عشان تعمل حساء انت على الأقل بدك ثلاث جزرات كبار على الأقل ثلاث جزرات أو أربع جزرات فلازم تحسب حساب أنه كل ميت غرام جزر سبع غرامات سكر وزي ما دائما أقول زي ما دائما أقول خذ جزرة من الكبار يعني جزرة من الكبار وجربها بنفسك يعني كن بنفسك وافحص السكر قبل وبعد وشوف أثرت عليك ولا لا وبنوه مرة أخرى إخواني أنا بتكلم كل كلامي هذا لأني أنا ما بأخذ أدوية فاللي بيأخذ أدوية حساباته أخرى يعني شوف بس الجزر مش ممنون مسموح لك تاكله وأنا تقريبا بأكله كل يوم كل يوم تقريبا يا أم أيضا بقول نسالقه يعني أكله زي النقنقة هيك يا أم أيضا بأكله لما يكون نية نشوف المعادن والفيتامينات اللي موجودة في الجزر أعلى شيء فيه اللي هو بري فيتامين ألف فيه 90% بي واحد فيه 6% بي اثنين فيه 4% من حاجة الجسم اليومية بي ثلاثة فيه 6% بي خمسة فيه 5% بي ستة فيه 8% بي تسعة 5% فيتامين سي 7% فيتامين كي كمية ممتازة فيه 11% وفيتامين اي فيه 4% نشوف المعادن اللي موجودة فيه أعلى شيء فيه اللي هو البوتاسيوم فيه 11% من حاجة جسمنا اليومية فيه أيضا من المنغنيز 6% من الكالسيوم 3% من المغنيزيوم 3% من الفيسفور 3% عديد 2% صوديوم 3% من حاجة الجسم اليومية والزينك 2% واللي حاب يعرف حاجة الجسم اليومية من المعادن والفيتامينات هذا الفيديو موجود في القناة بإمكانكم مشاهدته طيب هل الجزر أضرار بشكل عام ملوش أضراره بشرط انه ما نكثر منه ليه لانه هضمه صعب هضمه صعب يعني لما تأكل لك 4 جزرات هذول يطولوا بالهضم ورح يسبب لك مشاكل يعني فما فيه داعي وخاصة الانسان اللي عنده سكري يدير باله لانه زي ما قلت كل 100 غرام فيهم 7 غرامات سكر اذا تناولت الجزر وشعرت بأي اختلاف يعني مثلا تلبق انتفاخات أمور ذي هيك فما تأكلوش إلا إلا بشكل قليل جدا وبشكل نادر يعني ما يكونش دائما ودوما إذا عندك حساسية من الجزر ما عنده شيء نادر هذا عندك حساسية من الجزر أو من أي شيء آخر لما تأكله بتشوف تغير في الجلد بتشوف كذا بتشوف كذا فأخفف منه وإذا بالأفضل يعني إذا عندك حساسية أو تحسس منه ما عنده زي ما قلت شيء نادر فبلا منه أريح لك أفضل طريقة لغسله لأنه هذا جذور يعني هذا بنبط تحت التربة تحت التربة وأغلب الوقت هم بغسلوه قبل ما ينزل الأسواق لكن الأفضل أنك تستخدم الفرشاة إذا ما بدك تستخدم الفرشاة ما في مشكلة بس تتأكد أن غسلته كويس يعني تغسله بشكل ممتاز ولإخواني وأخواتي مدمنين الأكل واللي ما بتحدوش السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري هذا السؤال اللي دائما بطرحه متى رح تنتبه لنفسك ولصحتك وتبدأ بتحدي السكري وتتوقف عن كل هذه الأطعمة هاي الأطعمة هي البلاوي هي المصائب وزي ما بقول دائما ما في مانع يعني لو كل شهر رحت اشتليت لك هامبورغر شلت الخبز أو خففت الخبز عنه بدلته بالخس أو كذا وأكلته مرة بالشهر مش إشكال لكن ما يكون بشكل اعتيادي ويومي أو حتى أسبوعي وأنصحك بالحركة أنصحك أنك تبدأ تتحرك إذا بتقدر تلعب حديد في الجيم فما في مشكلة ممتازة صحتك وإذا ما بتقدر يكون الجري أو الركض وإذا ما بتستطيع على أقل تقدير يكون المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم النشور حفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code The Mates Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيغ من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا